أصدقائي وصديقاتي أهلا بيكو في فقرتنا اليومية توتا توتا وفي الحظ في حدودها حدثتنا النهاردة الحقيقة فيها مسئلة كتير حدثتنا النهاردة بتبدأ بالحيرة حدثتنا النهاردة اسمها الحائر بين الأرض والسماء تعالوا نقرأ قلمة إرغلاف الأخيرة ونعرف مين هو الحائر وإيه سبق حرته أنا الحائر بين الأرض والسماء لا أعرف لي وطنا ولا أشعره بأي انتمام هل أنا طائر أم حيواني؟ سؤال تردد من قديم الزمان شخصية في الصف النهاردة مش عارف سكان هو طائر ولا سكان هو حيوان والحيرة دي يترى في النهاية حسامها وعارف هو إيه ولا فعلا هو لهو طائر ولا هو حيوان طب نبص كده لغلاف القصة سواه وهنعرف مين بطل قصتنا النهاردة أكيد أنتم شفتوا أو سمعتوا عنه أو قريتوا عنه بطل قصتنا هو الخفش أو بات زي ما تعرفين في شخصية شهيرة جدا أو بنشوفها في الأكلام شخصية باتمان أو الرجل الوطواط أو الرجل الخفش الخفش بطل قصتنا النهاردة بيجمع الحقيقة مبين صفات التشور وصفات الحيوانات لكن هل ده هو كان سبب حرته الوحيدة ولا هو ما كانش قادر يعرف يعيش مع أي فريق منه هل اختار الفريق اللي يعيش معاه بالفعل ولا لأ تعالوا نبدأ قصتنا ونعرف أنه الخفش كان دايما حاسس بالوحدة مش عارف هو بينتمي لأي يعني فصيل في مملكة الحيوانات فصيل التشور ولا فصيل الحيوانات كان دايما وحيد والأسف كمان ما كانش عايز يحاول أنه يتقرب من أي طقر أو حيوان رغم أنه بيجمع ما بين صفات الاثنين كان ممكن ده يكون ميزة بالنسبة له أنه يقدر يبقى صديق للاثنين لكن هو الحياة تصرف بشكل مختلف خالص هنعرفه في دلوقتي كان الحياة مستغرب جداً الخفاش أنه الثور والحيوانات أصدقاء يعني الغراب كان صديق الحمار مثلاً بيجمعهم أشياء بسيطة جداً أنه كتير من البشر ما بيحبوش الغراب وكتير برضو من البشر ما بيحبوش الحمار ويمكن يعني أنا ما بحبش خالص يا أصدقاء أنه نصف الحمار بصفات سيئة الحمار حيوان طيب وحيوان يعني زكي على العكس ما كتير يعتقدوا لو وصل لمكان بيعرف كويس قوي الطريق ويعرف أنه يروح المكان تاني طالما راحوا مرة واثنين وثلاثة كمان كان بيلاحظ الحقيقة أن الكلب كان صديق القروان طب القروان طائر والكلب حيوان ولكن الاثنين كان بيجمعهم أنه هما الاثنين بيبقوا صهرانين في الليل القروان بنسمع صوته في الليل صوته جميل جداً والكلب طبعاً مشهور أنه الكلب دايماً حارس أمين وناس كتير بتجيب بكلب بتقتني كلب عشان يحرص البيت في الليل من أي لص أو أي خطر يتهدده تمان كان فيه بقى طائر وحيوان حقيقة عكس بعض خالص وكانوا صحاب العصفور والفيل الفيل كان بيملأ خرطومه بالمية يروح عند الزهور يرويها وطبعاً احنا عارفين الحضائق دايماً بتبقى يعني الزهور والعصفير وتغريد العصفير الجميل فيها فكان العصفور يقف فوق خرطوم الفيل والفيل يحرق خرطومه كأنه مرجحة العصفور بيتمرجح ويلعب عليها الخفاش كان بيشوف كل دول وكان بيستغرب إزاي تشور أصدقاء للحيوانات هو مش عارف يصاحب أي حد فيهم ودايماً حاسس إنه وحيد في يوم من الأيام سمع صوت زئير عالي جداً وأنا عارفة إن أصدقائي عارفين إن الزئير هو صوت صوت الأسد وسمع صوت صفير عالي جداً والصفير هو صوت النصر دارت معركة شرسة جداً ما بين الأسد ملك الحيوانات وما بين النصر ملك التشور كل واحد فيهم عايزي بقى هو زعيم الغابة تفتكروا عمل إيه الخفاش؟ الخفاش استخبى ولا شجرة وقعد يترقب مين في النهاية اللي حينتصر في المعركة انتصرت التيور بقيادة النصر و بسرعة 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 راح الخفاش يهني النصر يقوله ألف مبروك إنه إنت بقيت زعيم الغابة النصر بصره وقاله إنت إيه اللي جابك هنا؟ إنت طائر ولا حيوان؟ إنت ماشي إنت ليك أسنان؟ يبقى إنت مش من التيور إنت من الحيوانات إحنا عارفين إنه التيور ملهاش أسنان الخفاش رفرف بجناحية وقاله إزاي أنا أكون حيوان وأنا ليه جناحين؟ أنا من التيور زيكم حتى لو ليه أسنان النصر اقتنع بكلام الخفاش وقاله خلاص إحنا هنضمك لمملكة التيور عايش النصر مع التيور في السماء ولكن للأسف ما كانش سعيد عينه كانت دايما بصة على الأرض وإتمنى أنه يرجع تاني يعيش على الأرض مع الحيوانات مر وقت ودارت من تاني المعركة ما بين النصر زعيم التيور وما بين الأسد زعيم الحيوانات المراتي الحيوانات كانت مستعدة كويس جداً والمعركة كانت شرسة جداً وانتصرت الحيوانات بقيادة الأسد نزل الخفاش على الأرض وراح لعلين الأسد وقال له ألف ألف مبروك أنا بهنقك بالنصر وأنا يا سعيدني أن أنضم لي كل مملكة الحيوانات الأسد بصله وقال له مملكة الحيوانات أنت ليه الجناحين مفيش حيوان ليه جناحين فتح الخفاش بقه وقال له ليه أسنان هو فيه طائر ليه أسنان الحيوانات بس هي ليه أسنان الأسد سكت وقال له تعالاً معاك حقه خلص تعال عيش معنا على الأرض عايش الخفاش مع مملكة الحيوانات على الأرض وعينه على السماء يا ريتني ما كنت سبت تشور في السماء يا ريتني كنت فضلت عايش معها فوق أنا إيه اللي جابني على الأرض دايماً ما كانش سعيد ودايماً ما كانش راضي ودايماً كان بيتبع الفريق الفائز عمره مشترك في معركة مع تشور ولا مع الحيوانات هو دايماً كان بيقف بعيد يشوف مين الفريق الفائز ويروح له بسرعة عشان يعيش معاه مرت الأيام ودرت سرعات كتير وفي كل مرة كان الخفاش بيعمل نفس التصرف وحد من في يوم من الأيام قرر الجمل حكيم الغابة إنه ما تنفعش الحياة في ظل الحرب المستمرة ما بين الخريقين الحياة لازم تكون فيها سلام وفيها حب عشان نقدر نعيشها بأمامه الجمل اجتمع مع النصر ملك الطيور واجتمع مع الأسد ملك الحيوانات وقال لهم إحنا لازم نعمل يا جماعة معاهدة سلام ما ينفعش إن انتوا على طول تعيشوا في سراع وتفقدوا كتير من الطيور وتفقدوا كتير من الحيوانات السراع ما بين الأرض والسماء عمره ما هينتصر لحد فيكم الحياة فيها الأبيض والأسود فيها النهار وفيها الليل فيها الأرض وفيها السماء لا نقدر نستغنى على الأرض ولا نقدر نستغنى عن السماء إحنا بنيش على الأرض والسماء بتظللنا ما نقدرش إن إحنا نستغنى عن أي حاجة فيهم ربنا خلق الاثنين وربنا خلق الفريقين فريق الطيور وفريق الحيوانات عشان يعيشوا هما الاثنين بسلام فكر الأسد في كلام الجمل وفكر النصر كمان في كلام الجمل وقالوله سيب لنا فرصة إحنا كمان نفكر وناخد رأي فريق الطيور وفريق الحيوانات اجتمع الأسد بالحيوانات وعرض عليهم اقتراح الجمل الحقيقة كلهم وفقوا وقالوله ده الاقتراح الصحيح وفعلا إحنا فقدنا كتير جدا 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 مننا لسبب الحروب المستمرة بيننا وما بين النصر مالك الطيور كمان النصر لما اجتمع بمملكة الطيور فكروا وقالوله إحنا فقدنا كتير جدا جدا مننا بسبب حروبنا المستمرة مع مملكة الحيوانات أحسن حاجة إن احنا نعيش في سلام باتنين وفقوا والجمل كان سعيد جدا بقرارهم وعقد موحدة السلام وكلهم مجتمعين لقوا مين اللي جاي من بعيد من وراء الشجرة الخفاش قرب الخفاش لكن الجمل بصله وقاله انت جاي لي يا خفاش انت دايما بتتبع الفريق الفائز وعمر مكاليك موقف أبدا دايما انت عايز تكون مع الفريق المنتصر وياريتك بعد ده كله بتبقى راضي انت بتعيش على الأرض وعينك على السماء وبتطلع على السماء وعينك على الأرض عمرك ما هتكون راضي انت منافق لأنك دايما الفريق الفائز بتنضم ليه وبتنسى ان انت كنت عايش في هدوء وسلام مع الفريق التاني المنافق عمره ما يبقى له مكان المنافق دايما يعيش في الظلام المنافق عمره ما حد فينا يحبه لأن الوضوح والصراحة والأمانة صفات جميلة جدا يا أصدقائي مفروض تبقى مربوضة في كل واحد فينا لكن الإنسان المنافق مكانه دايما في الظلام ممكن دا السبب يا أصدقائي اللي بيخلي الخفاش دايما يشوفه بالليل ما بيجيش الصبح أبدا أساطير كتير قالت إن ممكن يكون الخفاش فعلا بقى يعيش في الظلام لأنه خايف يواجه كل التيور وكل الحيوانات اللي فكر فيه من الأيام أنه ينضم ليها وخلاص كلها ابتعدت عنه وكلها خصمته وكلها معدتش بتحبه لأنه فعلا ملوش موقف ومنافق والنفاق ده سفة الحقيقة سيئة جدا 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 لازم نبعد عنها ولازم دايما نبقى عندنا رضا وعندنا قناعة وعندنا إيمان بأن ربنا خلقنا عشان نعيش في سلام ونعيش في حب مع كل الناس وكل الكائنات اللي حوالينا أتمنى أصدقائي وصديقاتي تستطيع النهاردة الحائر بين الأرض والسماء تكون عجبتكم وأتمنى أنكم دايما تعيشوا في هدوء في حب وفي سلام أشوفكم في قصة جديدة وفقرتنا توتا توتا وفي الحزر حدوتا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة